من مدينة طرابلس شمال اللبنان ينضم إلينا وزير العدل السابق والنائب في البرلمان اللبناني اللواء أشرف ريفي مرحبا بك سيادة اللواء أسألك في البداية فيما إذا كان بالفعل يمكن تسليم من اتهموا اليوم من أشارت التقارير على أنهم تورطوا من خبل القضاء اللبناني مساء الخير مساء النور لا شك من القضايا النادرة أن يجرؤ القضاء العسكري إلى اتهام عناصر من حزب الله خمس عناصر بالاعتداء على دورية اليونيفل استوجودة بمسرح العمل قوات اليونيفل في موقوف أكيد وفي أربعة فاريين نادرة ما حزب الله حقيقة بكل أسف أنه كذلك الأمر أن يسلم المتهم دام القضاء سواء كان عسكري أو كان استنافي أو مدني أو عدلي بالمقابل كل ما نعرف تمام الحياة أن المتهمون باغتيال الشهيد رفيق الحريري لم يسلم أحد بس بالعكس كان هناك لغة واقحة من حزب الله بأنه اعتبارهم قديسين واعتبارهم أنه أبطال يستحقون للتهنئة والترحيب والإحاطة كان يضرب بعرض الحائط إذا بدك الوضع اللبناني أو مصلحة لبنان وكذلك الأمر الشراكة الوطنية ونعرف تماما آخر شيء بالنهاية حزب الله حكما برجع بقول اليوم كانت خطوة نوعية جديدة في سجل المحكمة العسكرية أن يجرؤ قاضي على اتهام حزب الله مباشرة برجع بأكد تماما هناك متهم موقوف وهناك متهمون غير موقوفين بالوقت الحاضر وأشك أن يسلمهم حزب الله أو تجرؤ الدولة اللبنانية على ملاحقتهم أو مداهمتهم في أماكن وجودهم طيب يعني مسألة التوجيه توجيه الاتهام من القضاء العسكري لعناصر من حزب الله من وجهة نظرك سيادة اللواء وأنت كذلك كنت وزير العدل عناصر القوة فيه المنظومة الموجودة حاليا أو أن الجرم للعيان موجود هناك شهود وبالتالي ما من طريقة للهروب إلى الخلف لا شك هناك نوع من الانكسار لهيبة ورهبة حزب الله دعنا نكون واقعيين مبدئين آخر شيء نعم اللبنانيون كسروا هيبة ووكار حزب الله لدرجة أنه اضطر نتيجة ضغط الرأي العام بشكل أساسي ومتابعة الجيش اللبناني بشكل كذلك الأمر أساسي إلى حكما الاعتراف وتسليم على الأقل واحد مبدئيا وهناك حكما تجرأ القضاء العسكري الذي هو مشتابع على وزارة العدل تجرأ من المرات النادرة أن يتجرأ لاتهم عناصر من حزب الله حكما أنا هنا أسني على موقف المحقق أو القاضي التحقيق في هذه الصوانة اللي كان محقق عدلي أول بقصة جريمة المرفأ أنه حكما سمى الأمور بأسماء حدد الأسماء والكل اللبنانيين بيعرفوا أنه منها هول ينتمون لحزب الله وكان هلأد المشهد كان ظاهر للعيان لدرجة أن حزب الله ما كان قادر أن يستنكر أو ما قادر يواجه هذا الرأي العام الضاغط اللبناني الذي يريد فعلا تقدير بإيجابية دور قوة اليونيفر في جنود تركوا بلادهم للمساهمة في حماية الجنوب اللبناني اتجاه العدو الإسرائيلي لا يجوز أن يرمى إلا بورده فقط لغير هناك من أطلق النار عليه بشكل صائب ونال منه مقتل وما كانت الرصاصة الأولى اليوم كانوا بسيرات مصفحة لإزاز كان مصفح ضرب بمعاول ومطارك لدرجة أنه كسر الإزاز واختركت الرصاصة داخل السيارة وأصابت الجندي يعني الظرف السياسي هو خدم التحقيق سيادة اللواء بمعنى أن اللبنانيين في هذا الوصف الظرف الرأي العام أكثر ما هو السياسي الطبقة السياسية الحالية بكل أسف هي عبارة عن دمى بخدمة حزب الله الرأي العام اللبناني الذي تغير منذ انتخابات النيابية الأخيرة كنا نأمل إذا بدك بتغيير شامل لم يكن تغييرا شاملا إنما تغييرا يكفي أنه بنهاي حيث أن يتجرأ اللبنانيون على اتهام حزب الله وعلى مواجد حزب الله وعلى ضرب هيبة ووقار حزب الله واليوم كلنا منعرف تماما حيث هذه المرة كانت تكون المرة الأولى أو الوحيدة على مستوى القضاء اللبناني أن يتسمى الأمور بأسماء بنسبة لحزب الله بكل أسف الحياة بزمانات قتل محسن سلمان حد السفارة الإيرانية بشكل سافر وواضح دم كل الكاميرات لم يجرؤ القضاء اللبناني على اتهام أحد من هي من القتل أو من المجرمين نهائيا من حزب الله كيف كانت طريقة التعامل مع الملفات التي تصل إلى وزارة العدل سيادة الوزير نذكر كي لا يكون الكلام فقط أعطيك مثال للبنانيون يعلمون حكما كافية عامل حزب الله حزب الله كان حكما متهم باغتيار رفيق الحريري الله يرحمه كنا نتهم لحنا اللي كنا قائمين بالتحقيق أنه بالنهاية لحنا غير موضوعيين ولحنا نستهدف حزب الله ولحنا عملاء للسفرات عملاء للعدو الإسرائيلي يعني لم يبقى اتهام اللي ما تهمنا فيه اليوم كذلك الأمر بقصة نيترات الأمونيوم اللي مرفق بيروت مبدئيا كلنا منعرف تماما حاطط الطيونة عين رماني افتعل حزب الله حكما ليضحي بعدد من شبابه حكما لإلغاء التحقيق وعدم إكمال التحقيق تهم المحاقق العدلي الأول وبالنهاية أزاحه عن مهمته كذلك الأمر حيال المحاقق العدلي التاني اللي عنده إذا بدأ كل نزاهة وكل شجاعة وجرأة كذلك الأمر أحاطه لدرجة أنه حتى إذا بدأك أحد مسؤولي حزب الله يدخل إلى قصر العدل بكل وقاحة وينقل اتهاما واضحا للمحاقق العدلي ولم تجرأ الدولة اللبنانية إلا على إجراء إذا بدأك تحقيق شكلي لم يؤدي إلى شيء نهائيا إذا بدأك ورقة وألم بالأدراج فقط لغير طيب المعذرة بين قوسين هذا السؤال سيادة اللواء مسألة الضحية إلى أي حد كذلك هناك تركيز عندما قتل جندي من اليونفل وهو إيرلندي في مناطق يسيطر عليها تم الكشف وتم الحكم وتم توجيه كل هذه الأدلة بينما لقبان سليم مثلا حتى الآن هل كذلك مسألة الضحية تلعب دورا في مسألة الوصول إلى الحقيقة؟ من هي الضحية أقصد؟ لا شك حكما الضحية تلعب دورا أكيد أنه بالنهاية فيني العامل الأساسي هو حكما تجرأ العامل لبناني على الكلام الواضح باتجاه حزب الله ومسؤولية حزب الله بهذه الجرائم واليوم حكما كلما تقدمنا يوم إضافي إلى الأمام مبدئيا حكما تكسر هيبة حزب الله ورهبة حزب الله والخوف من حزب الله لدرجة أنه بالنهاية هو بحال التراجع دائما الرأي العامل لبناني حكما الكل يعرف تماما أنه كل إحترام عند اللبنانيين الأحرار السياديين أنا رأي العامل ما كان بعد هالأد تجرأ أو كون هالأد قوة ضغط باتجاه أنه أن يجرؤ القضاء اللبناني على اتهام حزب الله لا زالت بكل أسف قضية أو ملف المرحوم الشهيد لوكمان سليم تقريبا بالمغفر المحلي اللي هو عاجل عن النسبة ولو جريمة صرقة صغيرة ويمنع حزب الله أن تنقل التحقيقات إلى بيروت مع قطعات عندها كفاءة عالية جدا وعندها إمكانيات مثل شعبة المعلومات أو مثل مخابرة الجيش طيب اليوني في الرد وقال بأن الاتهام هو خطوة مهمة نحو العدالة يعني الموقف هذا كيف يمكن أن يساعد بالفعل القضاء اللبناني على ضبط الجميع يعني والوصول إلى الجميع الذين شاركوا بهذه العملية لا تشك اليوني في الهن يعني معنيون الأول بقصة الجريمة لأنه هذا جندي ضمن إطار اليوني فيل وكل اللبنانيين السيادين والأحرار من معنيين كذلك الأمر بهذه القضية لأنه هذا هو وقت الذي ساهم بأمن جنوب لبنان بأمن الجزء من الأرض اللبنانية أنا برأي اللبنانيون الشرفاء يقدرون هذا العمل ويحاولون يدنون أي استهداف أو أي إذا بدك سيتعرض لليوني فيل مبدئيا حقما للأمان إذا بدك هناك تقدير جيد عند الشعب اللبناني واليوم الشعب اللبناني يتجرأ يراكم أكتر وأكتر ضغطه وإمكانياته على القضاء اللبناني وعلى الأمن اللبناني حكما يجري تحقيقات مع عناصر حزب الله وبعض مناصرية حزب الله كما يجريها مع الآخرين الذين ليس بصف حزب الله هناك من يتجرأ في القضاء اللبناني على إذانة أي إنسان خارج إطار حزب الله ولا يتجرأ اليوم حكما للأمان نقدر عاليا الجرأة التي كانت عند قاضي التحقيق ونأمل أن المحكمة العسكرية اللي سينقل التحقيق من قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية أن يقبل القضاء العسكري أو المحكمة العسكرية إذانة أو اتخاذ الإجراءات المناسبة بدون أن يكون حرة عشي بدنا الحقيقة وبدنا العدارة كذلك الأمر الحقيقة أغلب اللبنانيين يعلمون الحقيقة في كافة الجرائم لا يستهدف أخصام حزب الله إنما بالنهاي القضاء لم يكن يتجرأ سابقا اليوم قد تكون هذه فاتحة أولى وفاتحة أساسية حكماً لتجراء القضاء بهذا الاتجاه شكراً جزيلاً لك من مدينة طرابلس يامل اللبنان وزير العدل السابق وعن نائب في البرلمان اللبناني اللواء أشرف ريفي لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر